الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نتابع أيها الأحبة الكرام مع شرح كتاب الطريقة المرضية في تيسير الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية صلوات ربي وسلامه عليه وهذا واللقاء العاشر وقد عنوانته لهذه الأبيات الخمس من بيت 46 إلى بيت رقم 50 بهذا العنوان الإخاء بين المهاجرين والأنصار وبناؤه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وشروع الأذان وغزوة الأبواء وبوات وبدر وتحوير القبلة وصيام رمضان قال النظم رحمه الله وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنا بابنة خير صحبه وشورع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذلع الشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعباني في العام الأول من الهجرة النبوية أخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليذهب عنهم وحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزرق بعض ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وذلك في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم وكان عمرها إذاك تسع سنين كان عندها تسع سنوات وشورع الأذان للصلاة وبدأت المغازي والجهاد في سبيل الله تعالى وكانت غزوة الأبواء في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة وتسمى بغزوة وذان وفي السنة الثانية من الهجرة صار للمسلمين شوكة فكتب عليهم القتال يعني أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل بالقتال ثم غزى النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر إلى بواطع ليعترض قافلة من قوافل التجارة لكريش ثم غزوة بدر الأولى وكانت في شهر جمادة الأخرة وتسمى أيضا بغزوة سفوان وتحول القبلة كان في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر الكبرى وكانت غزوة بدر الأولى بعد غزوة العشير بعشرة أيام وفرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة وكان ذلك في شهر شعبان نعيد كراءة الأبيات مع الترديد وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنا بابنات خير صحبه وشورع الأذان فاقتدي به ثم بنا بابنات خير صحبه وشورع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني وفورض شهر الصوم في شعباني من بعد ذا العشير يا إخواني وفورض شهر الصوم في شعباني نعيد كراءة هذه الأبيات كل بيت عشرين مرة ومجموعة الأبيات عشرين مرة فيتم الحفظ بأمر الله تبارك وتعالى هذا والحمد لله رب العالمين